ومعنا هاتفيا المشاهدين الكرام من برلين محمد فوزي اللامي الخبير الأمني والعسكري مرحبا بك سيد محمد إذن من يتحمل هروب خمسة عشر موقوفا هم من كبار تجار المخدرات من سجن في شرقي بغداد سجن القناة هل تقتصر دائرة الاتهام فعلا على قائد الشرطة أم أن دائرة الاتهام تشمل مسؤولين كبارا لم يشملهم هذا الاتهام أحيا طيب لك سيدي والمشاهدين الكرام أحياك الله يعني بالتأكيد سيدي العملية عملية تهريب واضحة وكانت عملية منظمة ومخططة مما يدل على أن هؤلاء التجار المخدرات لديهم بالتأكيد أذرع طويلة في داخل الحكومة لديهم من يحميهم سواء كانوا خارج عندما كانوا في الخارج يمارسون عملهم واليوم عندما أصبحوا في قفضة القوات الأمنية اليوم يخافون بالتأكيد من معلومات قد تصدر من هؤلاء لارتباطاتهم بجهات سياسية ارتباطاتهم بميليشيات الأعمال تمويل هذه الميليشيات وتمويل هذه الأحزاب من خلال تجارة المخدرات فبالضرورة لهذه الأحزاب أنه يخرج هؤلاء وتنتهي هذه الصفحة كي لا تكون هناك تبعات أخرى فمن يتحمل هذه المسؤولية ليس هو مجرد فقط المديرية الشرطة المسؤولة عن هذا مركز الشرطة بالعكس المسؤولية كبيرة يعلمون جيدا بأن هؤلاء تجار كبار من كبار تجار مخدرات في عراق كان من المفترض أن يوضعوا في حجز خاص حجز مؤمن حقيقة لا وما حدث هو عبارة عن سينار وشبه منظم وشاهدنا كيف دخلوا وشاهدنا اليوم كيف خروجهم كانت تهلا نعم يعني تعتقد أن الحادثة مدبرة لغاية ما المدانون هاربون من السجن قنا وجدوا أبواب السجن مفتوحة أمامهم يعني هذا يثير شكوك لأسيما أن هناك حوادث هروب وجرائم مقعد كانت أشد ألمان أكثر ضررا على المواطن لكن لم تتخذ بحق المسؤولين عنها مباشرة مثل هذه القرارات التي صدرت يعني سيدي من خلال تصريحات المسؤولي للحكوميين ومن خلال ما نعرفه ويعرفه الجميع بأن الحجود مسيطرة عليها من قبل الأحزاب والميليشيات وخصوصا الحجود مع إيران التي تأتي منها تجارة المخدرات فبالتأكيد هناك اليوم وجود هؤلاء في داخل القضاء وداخل قضاء الحكومية قد ينتج معلومات تشير إلى ارتباطات شخصيات في هذه الدولة أحزاب وميليشيات عملية تهريبهم طبعا لصالح هذه الميليشيات لإخضاء الأدلة وحقيقة لكي لا يكون هناك تبعات كما ذكرنا على هذه الأحزاب وعلى هذه الميليشيات فنشاهد بأن الهروب كان تهل الهروب كان واضح منظم واليوم ما عمله وزير الداخلية من هذه القرارات هو محاولة ذر الرماد في العيون لو كانت هناك نوايا حقيقية لتعاملوا مع الموقف بجدية لتعاملوا مع الموقف بمسؤولية وبحجم تجار هذه المخدرات لكن شاهدنا أنه لم يكن هناك حتى حراس أو شرطة موجودين في داخل هذا المركز اعتراف رئيس اللجنة الأمنية النيابية السابق حاكم الزاملي بأن العراق بات مقرا لتجارة المخدرات تديره مافيات خارج سيطرة الدولة إلى أي مدى يؤكد هذا الاعتراف أن الأحزاب تحمي هذه المافيات وهو ما تفضحه قصة هروب السجنة وسيد هذا المسلسل المستمر منذ عام 2003 وحتى اليوم تجد بأن الحكومة هي التي تغطي العمليات الإرهابية وتدعمها تغطي عمليات تجارة السلاح عمليات تجارة المخدرات عمليات الموجودة العمليات الغير أخلاقية الروليت والصلاة الليلية كلها تابعة لجهات حكومية ولميليشيات اليوم انتظمت في الحجد الشعبي فهذا التصريح ليس جديد لكن هذه التصريحات تدخل من ضمن خانة عندما تحصل هناك صراعات فيما بينهم ينشرون غسيل بعض ولكن نحن سمعنا منذ سنوات واليوم نسمع أيضا بأن جميع الأعمال التي الغير قارونية والغير أخلاقية في العراق هي أعمال تديرها هذه الأحزاب وهذه الميليشيات وتشرف عليها ولكن أن يصل تناول مخدرات من أفراد شرطة كما ألقت القبض على خمسة متسبين شرطة المثنى ألقت القبض على خمسة متسبين لديها يتناولون ويروجون لهذه المخدرات كيف تفسر هذه الظاهرة؟ يعني سيدي بالأساس اليوم نحن نتعامل مع جهاز أمني وجهاز وجيش اليوم نسبة كبيرة منهم ميليشيات وخارجين عن القانون ومجرمين سابقين لا توجد هناك ضوابط وآلية لانتخاب الشرطي والانتخاب الجندي كانت هناك سابقا فحوصات وحسن سيرة وسلوك لكن تجد اليوم بأن الميليشيات تغلغلت في هذه المؤسسات تجد اليوم هناك ليس فقط من يترول المخدرات هناك مجرمين هناك من يقتصب هناك من يقتل على الهوية من يسرق عمليات سرقة كبيرة حدثت في المحافظات التي دخلوها فبالتأكيد سيدي نحن نتحدث عن جهاز أمني نظيف وجهاز أمني مهني تم اختيار أعضاره بصورة مهنية بالعكس الطائفية تحكم والحزبية تحكم وهذه الميليشيات طبعا بالتأكيد هي التي تزكي هذه العناصر قائد شرطة البصرة أكد سابقا أن 80% من المخدرات التي كانت تدخل محافظة مصدرها إيران يعني عدم موجود أي قرار حكومي لحماية حدود العراق كيف سيؤثر في المجتمع العراقي يعني سيدي من أين يأتي القرار في حماية حدود العراق إذا كان رئيس الدولة هو الذي يتستر على إيران هو الذي ينفي المعلومات الاستخبارية ينفي تصريحات ضباطه فبالتأكيد إذا كان رئيس الوزراء هو الشخص الذي المتستر على هذه الحالة والذي ينفي وجود هذه الحالة فكيف من ينظر هناك أمر من يضع خطط من أجل حماية الحدود ومن أجل مكافحة هذه الحالة فنحن نتعامل سيدي مع حكومة إذا كان رئيسها هو متورط في هذه العمليات ويخاف حقيقة من إيران ومفتوح المجال لإيران أن تفعل ما تفعل فبالتأكيد سوف لن نجد هناك حلول قريبة سوف لن يحل الأمن بصورة صحيحة تجارة المخدرات هي تجارة اليوم موجودة في العراق ووصلت مرحلة أنه يتزرع المخدرات في العراق هذه العملية السياسية سيدي لن تتغير هذه الآفات سوف تبقى موجودة ولم تتغير معها شكرا جزيلا من برلين محمد فوزي اللامي الخبير الأمني والعسكري ترجمة نانسي قنقر